اشتركوا في القناة الرياضة في بيئة مثالية بالاضافة الى تأكيد دور ملاعب الفرجان في دعم الاندية الوطنية والمنتخبات وتزويدها بالعديد من المواهب الرياضية جاء ذلك خلال لقاء سموه مع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف واسعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني واسعادة السيد ايمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة الشيخ عبدالله بن احمد آل خليفة وكيل وزارة الاسكان وبهذه المناسبة اكد سموه الشيخ ناصر بن حمد ان مبادرته بانشاء مئة ملعب في فرجان البحرين بات امرا ضروريا وذلك لاتجاه الشباب البحريني بصورة كبيرة نحو ممارسة الرياضة بشتى انواعها وجعلها اسلوب حياة يومي وقال سموه ان هناك افكار جديدة ستطرح في الفترة المقبلة وكلها تصب في مصلحة احياء الانشطة الرياضية في فرجان البحرين بطريقة منظمة وفق منشآت رياضية متطورة قادرة على احتضان الشباب وتطوير طاقاتهم الابداعية وهو الامر الذي يمثل تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدة وتابع سموه الشيخ ناصر بن حمد انطلاقا من مبادرات البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي والرياضي استجابة وجهنا بمبادرة جديدة من اجل انشاء مائة ملعب في فرجان البحرين عبر استغلال المساحات المتوافرة في تلك الفرجان بطريقة حديثة وبين سموه انه وجه وزير شؤون الشباب والرياضة بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ المبادرة بالاضافة الى العمل على تشكيل طاقم عمل من قبل كوادر الوزارة للعمل على تنفيذ المشروع واشار سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لقد كانت ملاعب الفرجان مركزا اساسيا لتخريج العديد من اللاعبين المتميزين في مختلف الالعاب الرياضية وتأتي هذه المبادرة لوضع خطة متكاملة وتصور واضح لاستمرارا لتطويرها باعتبارها بيئة خصبة للمواهب الرياضية وكانت تزود الأنلية البحرينية بالمواهب الرياضية الناشئة بالاضافة الى ان هذه الملاعب ستلعب دورا كبيرا في الحفاظ على الشباب وشغل وقت الفراغ علاوة على كونها ستحمل بعدا اجتماعيا وتزيد من روابط التواصل بين الشباب وفئات المجتمع المختلفة كما اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد على اهمية التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني لانجاح المشروع الرائد على مستوى المنطقة ترجمة نانسي قنقر